اهلا يا تلاميذ الحلوين شلونكم و شنو اخباركم وياكم الست نور معلمة اللغة الانجليزية للصف الرابع الابتدائي ونبتدي اليوم بسيسة لدروسنا الكتاب الطالب اللغة الانجليزية للصف الرابع الابتدائي ونبتدي من اليوم التال اول لسن 1 اتفاق تابعك على بيجو نبه 6 اتفاق تابعك على بيجو سيتين هنا كنا نناء جميع مbudوا عادينا صعدنا في هذه السنة اصدقاء جدد رح نتعلم وياهم اللغة الانجليزية للصف الرابع الابتدائي سدكون العام من الجنويانة الجنويانة هسن الجنويانة سامي اليوم أدنى نتعرف على أصدقاء جدد ويانا بالمرحلة الرابعة ليهما كريم لينا نادية عند يوسف كل واحد بهم رح يعرفنا عن نفسه رح يقول لنا هو شلو اسمه اش قد عمره هو ويا من يعيش فهذا الموضوع رح يفيدنا انه احنا شلو نقدم نفسنا how to introduce ourself انه احنا شلو نقدم نفسنا للمقابل احنا شلو نحكي شلو نحكي انه احنا شلو نقسمنا شلو عمرنا احنا بياه مرحلة دراسية احنا شلو مواصفاتنا فخلونا نقرأانو كل واحد بهم احنا شلو رح يعرف عن نفسه نبتدي this one يوسف number one number one hello hello I'm yousef I'm yousef look at this I'm yousef أنا يوسف آني اسمي يوسف and I am nine I am nine آني جد عمري آني عمري تسعة I am nine I'm tall for my age I'm tall for my age يعني شلو احنا مثلا نقول انه هو طويل بالنسبة لعمري انه اكو بتسعة بس هما باينين انه هما عمري بتسعة واكو لا اكو شوية اطول يكونون اكو اقصر فهو اجد يقول لانه I'm tall for my age I'm tall for my age انه اعني شنو انا طويل بالنسبة لعمري I live شوفوا هذه الكلمة I live أنا أعيش أنا أعيش أنا أعيش with my mom آني أعيش مع my mom مع أمي dad and my sister لينا آني أعيش مع أمي أبي وأختي لينا أختي لينا داي يقول انا اعيش وي أمي وأبوي وأختي لينا خانشوف لينا اجد عمرها she is eight she is eight انه هي اجد عمرها عمرها ثمان سنوات لاحظنا من كنا على نفسنا اجدنا I'm nine هو اجد حتا عن نفس اجد لانه مو دايح يقول I'm nine انا عمري تسعة بينما من حتا عن نفس اجد هي ابنية do you remember اجدنا قبل قبل قلنا انه اللبنية اش لاستخدم لها الضمير she she is eight she is eight نروح number two number two هنانا راح تحكي بنا نادية my name is nadia my name is nadia اسمي nadia I'm nine بعوية بقد يوسف I'm nine انا عمري تسعة انا عمري تسعة اش قالت I am nine so I am older than yes لذلك اني اكبر older شوف هاي الكلمة هاي الكلمة older than لينة اني اكبر من لينة than معناها من very good eight she is my best friend she is my best friend هي صديقتي المفضلة شنه لينة her best friend هي صديقتها المفضلة مني لينة هنا انا خلي نشوف شنه مواصفات هج ده تقول I have تذكرون من شنه نقول I have I have long black hair انا لدي have معناها لدي long black hair long black hair انا لدي شنه عده هي شعر اسود طويل شنه عده هي شعر اسود طويل long black hair انا لدي شعر اسود طويل شنه مواصفات انه هي عده هي شعر اسود طويل number three number three منو عدنا هنا انا كريم hi I am I am كريم I am كريم انا اسمي كريم I'm nine I am nine اشجاد عمرك كريم nine يعني بجد منو بجد يوسف اشجاد I am nine شفو I am nine انه بجد يوسف يوسف is my best friend يوسف is my best friend يوسف هو صديقي المفضل شفو هاي الجملة my best friend صديقي او صديقتي المفضلة كل واحد بنا عنده صديق مفضل ونحبه اكثر من البقية my best friend I have very short black hair I have very short black hair انا لدي شعر اسود قصير جدا very شفو نانا very short black hair شنو عنده هو عنده شعر اسود شعر اسود قصير جدا my favorite sport my favorite sport رياضة المفضلة my best friend انا my favorite sport رياضة المفضلة شنو رياضة المفضلة my favorite sport خلنا شوف شنو نياتة المفضلة is running is running هي شنو هي is running what does it mean by running running معناها تده كون الفعال اللي اخذنا العام run run what does it mean by run yes very good run معناها يركل هنا عنا running معناها الركل running running يوسف is taller than me اش داي قول قال يوسف اطول من عندي تذكر من جنة هنا I am tall for my head يوسف اش قال عن نفسه اني اطول اني طويل بالنسبة لعمري فهو شنو اذا هو اطول من كريم فاش قال يوسف is taller than me يوسف is taller than اطول مني taller than me يعني من عندي آني but I am bigger but I am bigger what does it mean by I am bigger يعني شنو مده يقول هنا عنا انه هو شنو هو اكبر انه هو هنا عنا ده يقول آني اكبر من رو انه من نفس العمر بس اش قال قال يوسف اطول مني بس I am bigger شنو قصد بقر ممكن انه هو حجمة اكبر ممكن انه هو يكون اسمن او اضخم من يوسف نروح ال number 4 الى لينة this لينة تقول اتقول اتنا هلو I am لينة هلو I am لينة اني اسمي لينة I am in grade 3 I am in grade 3 انو هي وين انو هي وين هي بالمرحلة الثالفة in grade 3 at school في المدرسة and I am 8 انو هي اش قد عمرها 8 شوفيها هاي لينة اصغر من عدهم جدا تقول هنان I have long hair I have long hair انو هي شنو عدها شعر اسود طويل هي شنو عدها I have long hair انو هي عدها شنو شعر اسود طويل long hair شعر اسود طويل اللي نشر عليه long hair my favorite lesson my favorite lesson درسي المفضل انا اقول انا my favorite sport انا my favorite lesson درسي المفضل هو شنو english my favorite lesson my favorite lesson is what is english درسي المفضل هو اللغة الانكيزية and my favorite color is red my favorite color is red شنو درسي المفضل my favorite color my favorite color is red هو شنو ما هو اللون الاحمر فهنا احنا سرع فاهمكم اش لون انو احنا نكتب عن نفسنا بعد ما كل واحد بهم عرفنا عن نفسه درسي الطريقة هادي راح كل واحد بين يعرف عن نفسه راح يقول مثل انا سي my favorite lesson is what what's your favorite lesson is Arabic math حسب انتو اللغة شنو اللي درس اللي تفضلون مثلا اهنا انا قالت i have long hair البنات شيقولون i have long hair بس الول شيقولون i have short hair هس راح اطيكم مثال كتبت لكم وعلى ضوء انو انو كل واحد بكم راح يكتب المواصفات اللي هو عندي ويا من يعيش شنو لون المفضل شنو رياضة المفضلة هنا كتبت لكم الكلمات الجديدة اللي اخذناها والمعام اللي تحتاجوا حتى تكتبون عن نفسكم هنا كتبت لكم طويل live عيش او يعيش all the اكبر my best friend my best friend صديقي او صديقة المفضلة my favorite lesson my favorite lesson درتي المفضل my favorite sport رياضة المفضلة my favorite color لون المفضل playground saha اللعب او الحديقة اللي نلعب بها يمن المدرسة swing رجوحة rule قاعدة ايضا ايضا كتبت لكم هذه بعض الرياضات لان كل واحد بكم اريد ايكتب عن نفس فأكد كل واحد بكم رياضة تختلف وما رياضة تتقيجون بالرياضة الموجودة بالكتاب اللي هي channel or record كتبت لكم مجموعة حسب انتو شنوية من تعيشون شنو لونكم المفضل شنو درسكم المفضل تمام احنا hello I am بهذا الفراغ تكتبون اسمكم هنا الاسم I am شنو اسمك علي احمد محمد البنات هم كذلك هنا عند I am هنا تكتبون العمر شنو امرك انت شقد عمرك هنا تكتب لي عمرك عم ونان تكتب عمرك nine eight اوكي اهنان I have انا لدي شنو عندك انت شعرك short hair لو long hair شعرك اسود لو اسفر اوكي yellow or black اهنان تكتب لهن بهذا الفراغ long black hair او short black hair اهنان ادنى I live with my وياما نعيش مثلا نكتب with my mom ادخلون فراغات منوعدكم my favorite color is شنو لونكم مفضل red yellow pink purple blue green اي لون انتو تحبو تكتبو ليه اهنان فهذه اللي قدامكم الناس عارتكم تكتبو اياه بالدفتر your notebook اه مع ملء الفراغات هذه حسب انتو شنو مواصفاتكم وياه ما تعيشون تمام ومثل ما قلنا دائما باللغة الانجليزية الدفتر نبتدي من جهة اليسار من نهاية الكتاب نترك الورقة الاولى للاسم ونبتدي من الورقة الثانية نكتب اتكتبوا اول شي هذه الصفحة مع الانوان title new friends وهذه المفردات وبعدها اتكتبوا لي الناس اللي قد تعرفون بي عن نفسكم مثل هذا بالضبط هسا بكتاب الطالب نفسي ننتقل للصفحة اللي بعدها هنا عندنا ماتين الطلاب نفسهم يوسف لنا كريم النادي راح يكملون تعريف عن مدرستهم بعد ما عرفوا عن نفسهم راح يعرفون عن مدرستهم يقولون number one this is my school this is my school هذه مدرستي هذه مدرستي يوسف قال this is my school هذه مدرستي come and see my classroom تعال و و شوف my classroom تعال وشوف وشنو معي classroom صفي جدي يقول ان دا يدعون ان وحنا نجي ونشوف صفة فخلي روح نشوف صفة اهن انا ابن لينا اشتا تقول اه اوشي خلونا نشوف كريم اش قال here's our classroom here's our classroom هنا صفنا اش قال اهن هاد صفنا we are in grade for now we are in grade for now انو احنا هسوين بصفر رابع we are in grade for now شنو هما يعني بيتكم راح وبصفر رابع حسب هنا نحن جلنا هنا نحن انو هي كانت اصغر من عدهم فهي شنو قالت انو grade تريش قالت ناجدة تقول I I I younger I am younger ا اصغر عني اصغر من عجهم I'm only I'm only eight عني اش قد عمري ثماني هنا عدد عمري ثانية تقول my classroom is next door يعني وين صفي بال يعني بالصف المجاور my class فج تقول هنا لنا تقول my classroom is next door انو اصفي وين يعني شنو نقول بيجانب الصف هذا next door بيجانب هذا الصف بمعنى door معنى باب is next door يعني بيجانب الصف هذا نشوف هنان نشوف هنان نادية سوري نادية جدا تقول I like the swings best I like the swings best شنو هنان 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 الارجوح هاي اللي تشوف وراها هنان هما بال playground ف تقول لنا شن الاشياء اللي تحب هن جدا تقول I like my swing I like the swings best انو احب المرجوحة اكثر من البقية لانه افضل من البقية my rule is شنو قاعدته هنان my rule معناها قاعدة قاعدتي مالتها الحدود الحدود شنو هنو my rule is don't stand on the swing شنو يقاعدتها اللي تمشي عليها بساحة اللعب انو هنو don't stand on the swing احنا ما يصير نجي هنا نوقف على الارجوح ما يصير نوقف هنا don't stand on the swing our playground is great our playground is great ساحة اللعب مالتنا عظيمة my class is writing the playground's rules my my class is writing the playground rules انو احنا شنو نصف ماتي كتب قواعد ساحة اللعب playground rules قواعد ساحة اللعب اللي قدنا رح ناخدها لاحقا ان شاء الله نشوف هنا ask and answer انو احنا نسأل ونجاوب حسب اللي قرينا هس اهنا اوش خلنا نقرح هذا how old is nadia nadia هنان هنان اتكتبون nadia او تقولون nadia is nine nadia جه عمر ها nadia is nine نشوف هنان هاد السؤال اللي هو هاده اي لايك دي سوينج بيس نحنا شو نقول نادية لايكس دي سوينج بيس نادية لايكس دي سوينج دي سوينج دي سوينج بيس نادية تحب الارجوها اكتر من البقية حتنا او افتحك كتاب النشاط عدنا نشوف هاد الهاي البيج هنان دي سوينجتو انو هاد الكتاب ينتمي او مال هنان تكتبون اسمكم هنان عمركم العمر اشكايت انتم عمركم هنان تكتبون iraki German school ليه هاده الاختصار iraki German school IGS iraki German school هنان هاده لسن 1 تلت وقرائي عن أنفسك إنو اكتب اقرأ وكتب حول نفسك هنا أنا نادي يتحرف عن نفسها أنا نادي أنا نادي أنا عيش مع أمي و أبي أنا ثلاثة أخوان أنو آن يعيش مع أمي و أبي والثلاثة أخوان ثلاثة أخوان اللحظ هنا أنا أكو أس الجمع لأنه قالت هنا أنا أدنى ثلاثة أخوان يعني مو أخ واحد أدنى ثلاث أخوان عدها فأنتوا بنفس الحالة هنا النايم تكتبون هنا اسمكم مثل ما هي قالت ماي نيم إز نادية كبير من ماي نيم إز وشنو اسمكم نفس طريقة الإملاء اللي قلت لكم سوري الإنشاء اللي تكتبوا ليها بالدفتر حتحول نفسكم تحاولوا من تحلون وتكتبون بالدفتر بعدها تجون تحلون هذا التمرين لأنه حيكون كل شيء أسهل بالنسبة لكم بنفس الطريقة شنه هي مساوية تكتبون اسمكم هنا age I am nine أو ten حسب أنتوا جدوا عمركم live تكتبوا لي هنا نفس الجملة هذه I live with my وتغيرون أنتوا حسب ويا من تعيشون نشوف هذا التمرين الآخر read on much أقرأ وشنو much إنه احنا بشنو تووصل أقرأ ووصل هذي الجملة والعبارات من اللي قرأنا بكتاب الطالب منعرفه عن صفهم وعن مدرستهم إدنه هنانا here is here is شنو هنانا إدنه here is here is شنو إش قاله here is هنا هنا here is my classroom هنا صفي هاذا تلكون الحل بكتاب الطالب إهنانا نشوف I like I like the swing's best منو قالت I like the swing's best مني قالت نادية نشوف إهنانا this is this is this is هاذي my classroom my school sorry هاذي المدرستي إهنانا number four I have أنا لدي شنو عندي إدنه هاذي لدي عارف أنا شو يقول I have short black hair هناني عندي شعر أسوات قصير my favorite lesson is my favorite lesson is English درسي المفاضة شنو هو اللغة الإنجليزية نشوف إهنانا I am I am آني عمري تسعة I am nine نروح للتمين اللي بعد اللي هو شنو مكتوب إهنانا listen say I'm right استمعوا وياي استمعوا لي say I'm right وقولوا وياي شنو أقول وراي I'm right وبعد نكتب هنذا نلاحظ هذي المقاطع راح شنو كل مقطع بيهم نخليه بالفراغ المناسب فرح أقرأهم أقول بلا بلا فلا بلا سلا هنذا شنو نلاحظ راح سأقول لكم ماش توصيل كل واحد للفراغ المناسب إلي بلا اللي هو شنو ماين هذا اللون بلا هذي هنا تحطوني هنا هدنا فلا هنا ينحط اللي هو فلا 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 بلا بلا اللي هنان شنو عدنا بلا 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 هنان هدنا هدنا فلا اللي هو شنو هنان فلا اللي هو العلم فلا هنا تنحط هنا نأدنا what's she doing هناش دي سوي هذي اللي بني شنو هي نائمة فشن نقول sleep تذكروا اللي sleep اللي أخذنا هالعام sleep هنا تنحط the last one آخر وحدة اللي هو شنو plane طائرة plane plane النانا تحطوها plane طائرة هذا التمرين كذلك read about لنا write about yourself انها نقرأ حول لنا وبعدين نكتب عن نفسنا نفس الشي اللي هي كاتبت هنا انها عيدة هنا بس حسب انه احنا شنو المواصفات حسب نفسنا انه شلو عايشين راي اقرب صورة سريعة hello i am leena hello اسمي leena i am in grade 3 عني بمرحلة 3 out school and i am 8 عمري 8 i have long hair عني عني عندي شعر طويل my favorite lesson is english شنو الدرسة المفضل english and my favorite is red شنو الدرسة المفضل هو الاحمر نفس الطريقة هنا تعيدون كتابة حاول نفسكم about yourself الى هنا انتهي درسنا لها اليوم وشالله كان درس مفيد ومسلي بالنسبة لكم وواضح نرد نرد تغيكم وضرب ترجمة قدمي thank you for watching see you later bye bye اشتركوا اشتركوا اشتركوا